الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت ريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم وجميع شعوب العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 وأعرب الرئيس السيسي عن أمله أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة مولوكي ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2024 وعرب الرئيس السيسي في برقيات للقادة والزعماء عن أصدق تمنياته القلبية وأطيب تمنياته الأخوية داعيا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم وأن يكون بداية العام خال من الصراعات ويسوده العدل والمساواة بين الجميع وأن تتظافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات وفي مخيم دير البلح وسط القطاع استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أخرون في قصف استهدف أحد المنازل وفي منطقة المغارقة جنوب مدينة غزة استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي توصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة بقطاع غزة وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة غزة وأوضحت أنه تم استهداف خمس آليات إسرائيلية في منطقة التفاح والدرج بعبوات شواز وقبائف اليسين 105 أعلنت الفصائل الفلسطينية قصفة لأبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز أم 90 ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين بقطاع غزة وأوضحت وسائل الإعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة في ضواحي تل أبيب وغلا في غزة مشيرة إلى أن القصف أدى إلى اشتعال النيران بعدد من المنازل وصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عدد من مدن وبلدة الضفة الغربية في محافظة جينين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة يعبد ودهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين وفي مدينة رامالة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوادة ودهمت عددا من المنازل وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة السواحرة جنوب الشرق القدس وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومندهمتها منزل الشاب المعتقل معتصم قويسات الذي تزعم انه نفذ عملية طعن قرب مستعمرة معالية اضميم شرق القدس واحتفلت دول العالم بقدوم عامل ميلادي جديد حيث استقبلت مدينة اوكلاند في نيوزيلاندا عام 2024 بعرض الالعاب النارية لتصبح اول مدينة في العالم تشهد ميلاد الساعات الاولى من العام الجديد وفي باريس احتفل الفرنسيون بقدوم العام الميلادي وسط اجراءات امنية مشددة حيث اجتمع اكثر من مليون شخص في جادة شفانزليزيل مشاهدين انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل